طبعاً دكتور شفيق تلولي المحلل السياسي المعروف زي ما بقول حياتك أهلاً وسهلاً زي ما أتمنى أن احنا نطمن على ابنك الكريم لأنه عملياً تحت القصف الآن ونحن نتحدث ربنا يا رجعه بالسلام ويمكن هبدأ هنا مع دكتور شفيق أزنتيلي أستاذ هند وهو إيه اللي بيحصل دلوقتي وإحنا بنتكلم دلوقتي بيحصل حرب وبيحصل مقتلة كبرى وما زالت الحرب تطحن بالفلسطينيين مقتلة وأبعد من ذلك هي ما يجري في غزة هي أم المجازر هذه المجازر التي تأستت عليها العقيدة الصهونية منذ نغتصبت فلسطين منذ عصابات اشتيرن والهقناء التي يعاد انتاجها اليوم على يد اسموتريتش وبنغفير الذين يصادران القرار الإسرائيلي بالمناسبة ويذهبان بنتنياهو وهو على رأسهما هذا الثالوث اليميني المتطرف الذي جاء لهذه الحكومة بتحالف إن جاز التعبير تحالف قذر أساسه قتل وذبح الفلسطينيين وتصفيت وجودهم من على هذه الأرض وهذا هو المشروع الأبعد من مشروع الحرب على غزة التي جاءت في سياقات 7 أكتوبر لتكون مدعاة لتنفيذ مشروع الحكومة فضلا عن رغبة نتنياهو في استمرار تلك الحرب لبقائه في السلطة وما يجري حول هذا السياق الذي تغوص في إسرائيل عميقا في وحل هذه الحرب التي استنزفتها أيضا طويلا لكن ثمنها كان كبير ومؤلم وباهض لأن غزة كما تعرف أخي يوسف ويعرف الجميع أبيدت عن بكرة أبيها ولم تبقي هذه الحرب ولم تظهر ولم يبقى لا حجر ولا شجر حتى البشر الآن هو يحصد في هذه الأرواح غير آبه بكل هذا المجتمع الدولي الذي يعاني حتى اللحظة من العجز ولم يتحرم هذا العجز ويفشل يوم بعد يوم لي يتخذ إجراء دولي حازم بلجم هذا الاحتلال المنفلت من كل عقال وهنا تسانده الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تقوم بدور الوسيط في ذات الوقت وأنا لا أفهم كما بدأت حديثك في أي سياق تفسر الآن المساعي الدولية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية لإحراز هدنة وفي ذات السياق الآن هذه العصابات وهذا الجيش الذي يدعي أنه جيش يقوم بمجزرة جديدة الآن في مخيمي البريج والمغازي وصولا ربما يصل إلى دير البلح التي الآن يحتشد فيها كل قطاع غزيب ماس ووقعها صغيرة جدا جدا لا تعادل عشر في المية من مساحة رفح التي كانوا فيها فما معنى هذه المبادرات في ظل هذه يجب أن توقف الحرب أولا والجدل يعني